موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم ولقاء جديد منير من خلال برنامج مع الناس النهاردة إن شاء الله بيساعدني ويشرفني أن أكون في صحبة ورفقة السيدة سماحة عبد الفتاح وهي تمتلك من الطاقات الفكرية ما يجعلها تستطيع أن تستدعي مجموعة من الأفكار التي تناسب الأحداث والمواقف والموضوعات التي نحاول أن نتناولها أهلاً وسهلاً بحضرك أهلاً بحضرك أهلاً بحضرك أهلاً بحضرك أهلاً بحضرك تمام بخير أهلاً وسهلاً بحضرك إحنا النهاردة عندنا موضوع خطير جداً يا سيدة سماحة وهو يعني إحدى الظواهر السلبية التي قد تكون منتشرة في المجتمع والممكن نقول أن هي تؤدي إلى فساد عريض في المجتمعات حقيقة وكمان بيهدم جدار الثقة بين شخصين بين طرفين بين مؤسستين وغير ذلك كثير إحنا موضوعنا النهاردة عن أمانة الأمانة في العلاقات وحفظ الأسرار طبعاً واضح المشاهد الكريم أول ما يقرأ كده أو يسمع معي أمانة العلاقات وحفظ الأسرار بواضح كده أن الموضوع هيبقى موضوع يعني في شيء من الاستنارة وصناعة الوعي حابب قبلي يعني ما أبدأ مع حضرتك أن أنا وقف المشاهد الكريم على مصطلح الأمانة لأن البعض بيضيق مفهوم الأمانة وبيختزله في معنى واحد بس فيقول أن الأمانة معناها أن يودع إنسان شيئاً عند إنسان آخر حتى يحفظه له ويرده إليه إذا احتاج يعني ده المفهوم اللي بيرد على الزهن مباشرة لكن الأمانة يا جماعة الخير مفهوم واسع ومفهوم عميق وله دلالات كثيرة لأن هي أنواع إحنا عندنا أمانة اسمها أمانة المنهج يعني إيه المنهج أنا أقصد هنا المنهج الإلهي حضرتك دخلت في عقد إيماني مع ربنا سبحانه وتعالى في بنود لهذا العقد والبنود سهلة جداً افعل ولا تفعل إن إحنا بنسميها الأوامر والإيه والنواه وما جيش حد يقول لنا طيب الأوامر والنواه دي تضييق على الإنسان أو تقييد لحركة الإنسان بالعكس خل بل حضرتك ربنا لما بيكلف الإنسان التكليف ثلاث حاجات عندي ثلاث أنواع من التكليف إما أن يكون التكليف فوق الطاقة فوق السعة أنت أصلاً ما تقدرش عليه هذا لا يكلفك الله به وإما أن يكون التكليف مساوياً للطاقة والقدرة وهذا أيضاً لا يكلفنا الله به وإما أن يكون التكليف في الوسع أو في الطاقة يعني حضرتك تقدر تعمله وزيادة كمان هذا ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى به يبقى خلي بل حضرتك الأمانة أنواع على رأس هذه الأنواع أمانة المنهج يعني إيه المنهج؟ يعني حضرتك تلتزم الأوامر وتكتنب الإيه؟ أو المنهج الإلهي أمان أدي حق هذه الأمانة بأن تلتزم هذا المنهج عندنا نوع تاني اسمه أمانة المواهب ربنا سبحانه وتعالى شاء بحكمته أن يوزع علينا جميعا الطاقات والقدرات والإمكانات والمواهب ليه عشان كلنا كده يحتاج بعضنا إلى بعض وإلا يعني لو جمعت كل المواهب في إنسان واحد لحتاج الناس جميعا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الإنسان يبقى أي موهبة عند حضرتك أي طاقة أي إمكانية أي قدرة علم حلم جاه نفوز أي شيء خلي بالك دي أمانة ربنا أوضع عنك فأدي حق هذه الأمانة أنك تساعد بها إيه غيرك عندي أمانة تانية اسمها أمانة الجوارح الجوارح دي ربنا سخرها ليك يعني أنت سيدها هي تأتمر بأمرك وتنتهي بإيه؟ بنهيك فأدي حق هذه الأمانة في أن تكون صنيعة لكل خير صنيعة لكل جمال عندي أمانة العمل الدقة والضبط والجودة والتميز يبقى يا جماعة الخير مش عايز حضرتك أول ما تسمع كلمة الأمانة ذهنك ينصرف إلى معنى وتهمل معاني أخرى كثيرة طيب أستاذنا الكريمة لما نسمع عن أمانة العلاقات طبعا كلمة علاقات دي هي كلمة علاقة يعني يعني اتصال يعني في تبادل في شيء من شخصين من طرفين من مؤسستين قد تكون علاقة زمالة علاقة صداقة جيران علاقة قرابة علاقة اقتصادية علاقة صغفية علاقة تجارية فهنا عزين نوسع المعنى أول طيب إيه اللي ممكن يرد على الذهن أول ما أقول أمانة العلاقات بسم الله الرحمن الرحيم الأمانة في حد ذاتها يعني مفهوم ممكن يحط خطوط عريضة لأخلاقيات لا نهائية الأمانة في أصلها خلقت عشان أحافظ على خصوصية حضرتك تمام وعلى خصوصيتي أنا كمان في أي علاقة من أول الزمالة مرورا بالصداقة وخلافه لحد المنافسة فيها أمانة نعم لحد الخصومة فيها أمانة نعم ومجمل الأمانات هنا بتبدأ من أول الكلمة للخبر للنظر للمشاهدة لحتى مش بس بقى السر اللي حد بيستودعه عندك ولو أنت سمعت السر ده كمان من بره من الأمانة أن يوقف عندك تمام إن أنا لا أقفشي هذا الأمر لا تقفشي هذا الأمر وطبعا على كل الأصعدة الأمانات ملزمة وملزمة نعم إفشاءها قد يترتب عليه فساد كبير مش بس في العلاقات لا ده في المجتمع كمان من أقوى اللقطات اللي بنشدد فيها على الأمانة لأن يمكن دي من أكتر المنظومات اللي بيترتب عليها استقامة المجتمع أو اختلاله هي الأمانة بين الزوجين الأمانة في العلاقات الزوجية وهنا مش بتكلم بس من وجهة نظر الحاجة اللي يتقلك عليها ما تفشيش السر ده أو الموضوع ده خاص جدا ما تقوليهوش لا ده فيه حاجات قد تقلل مني فمن الأمانة قلها ينقلها زوجي الغيري نعم وحتى لو كان غيري ده والدتي اللي هي أكتر حد في الكون ممكن يحبني أو يخاف علي أو يحبني صحي فالأمانات في العلاقات وهختص هنا بالإطلاق يعني أو بالإطار الواضح العلاقة الزوجية هي ببساطة كل ما يتعلق بالعلاقة الخاصة في غير مصلحة شرعية يعني مش رايحين لاستشارة أو مش رايحين لطبيب أو خلافه كل ما يتعلق بالعيوب سواء جسد أو خلق كل ما يتعلق بأسرار الأهل وهنا أنا بتكلم على العلاق الكبيرة لأن بحكم حياة أي زوج وزوجة فأنا بطلع على بعض أسرار عيلته أو أهله وهو بيطلع على بعض أسرار عيلتي وأهلي مجرد بطلعك عليها أوقعها في الأمانة فبقت خلاص في أمانتك ما تتنقلش وذهب كثير من الحكماء قالك ولا تحدثن بها نفسك يعني مش بس ما يقولهاش للغير لا وما يتكلمش كمان فيها عن نفسه وطبعا يليها كل ما يطلب منك حفظه وكل ما لم يرخص لك التصرف فيه يعني إيه شغل جوزي أو مديات زوجتي لم يرخص للزوج الحديث فيها أو لم يرخص للزوجة نقلها أو إشاعتها أو نشرها وبالتالي وقعت فيه إطار الأمانة نعم ده موضوع الأمانة كده موضوع يعني عظيم جدا حي علشان كده قلنا في بداية اللقاء نخلي بالنا علشان ما نقعش في هذه الظاهرة السلبية أو في هذه الإشكالية اللي هي بتؤدي إلى بعد ذلك إلى تدمير يعني المجتمعات وهدم جدار الثقة حي يعني عدم الأمانة وعدم حفظ الأسرار يؤدي إلى هدم جدار الثقة بين شخصين أو بين طرفين أي أن كانت العلاقة بينهم جميل أوي أستاذ سماحوا حديث بتقولي الأمانة في الكلمة الأمانة في الخبر طيب اسمحي لي أننا يعني نعمل تجربة كده بسيطة أنا وحضرتك مع المشاهد الكريم هو دلوقتي لما يبقى فيه حوار بين طرفين خلي بالكواب معي نحن نعمل تجربة عاملة دلوقتي مع الأستاذ سماح الحوار بين طرفين يعني متكلم ومخاطر فأنا أفترض أنا المتكلم وحضرتك المخاطر ده بعد إذنك طبعا اللي أنا هقوله دلوقتي قد يكونوا إخبارا وقد يكونوا إقرارا إيه ده؟ هو فيه فرق بين الإخبار والإقرار طبعا من عشان كده عايزك تركز معي أنا قلت لحضرتك اتفضلي هذا الألم اتفضلي بعد إذنك حضرتك خدت الألم دلوقتي طيب خلي بالكواب الحوار اللي هي حسن فأنا أقول لحضرتك إيه أنا أعطيتك القلم ده اسم خبر ده اسم إيه؟ خبر ربما يكون هذا الخبر كاذبا وربما يكون إيه؟ صادقا صح أو دلأ؟ طيب لو أنا بقى قلت ألم أعطيك القلم أنا هنا ما قلتش خبر ده أنا هنا بس تفهم وجهت سؤال لحضرتك ولو أنا عندي يقين أنك هتمكري السؤال ده أو هتمكري الإجابة عليه أنا مش هسأله أصلا وبعدين أنا على يقين وثقة أني مهما اشتغلت العمليات العقلية عند حضرتك دلوقتي فهي إجابة واحدة هتيجي في زهن حضرتك اللي هي الإجابة اللي أنا عايزها فده اسمه إيه بقى؟ اسمه إقرأ أرى لم أعطيك القلم فهتيجي وتقول لي أي نعم بلى أنت الدتني لإيه؟ لا عارف حضرتك علم زي إيه؟ زي مثلا لم يجو واحد يقول لي واحد أنا راضي زمتك أهي دي بالضبط كلمة الخبر اللي بيصدر عن الإنسان خلي بل حضرتك وجمع إما أن يكون ما يصدر عني خبرا الخبر ده يحتمل الصدق والكذب أنا أعطيتك القلم خلاص أو إن أنا أعمل عملية استفهام يعني إيه؟ يعني بنئل الكلام من الإخبار إلى الإقرار أنا عايزه لقدامي هو اللي يقر بهذا الأمر عشان كده ربنا بقول إيه بقى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم كويس كده؟ وألم يعلموا دي مكونة من تلك كلمات الهمزة همزة الاستفهام وبعدين حرف لم وبعدين الفعل يعلم طب لما نيجي نركز فيها قوي شوف بعملية النقل هنا والحكمة بقى في يعني الأداء القرآن الكريم همزة الاستفهام بنسميها استفهام إنكاري والاستفهام الإنكاري بيفيد إيه؟ بيفيد النفي يبقى الآدي همزة الاستفهام استفهام إنكاري يفيد النفي خليها معاك تعالى بعد كده الكلمة التانية لم حرف يفيد حرف جزم يفيد النفي يبقى نفي دخل على نفي أفاد إيه؟ أفاد الإثبات اللي اتنين كده شاروا بعض أفادوا الإثبات إثبات إيه ما يأتي بعده؟ اللي هو العلم كأن المعنى فليعلموا أن الله يعلم سرهم وإيه؟ ونجواهم طيب ليه ربنا من بداية الأمر ما أجابش بالفعل على طوله ألفاً يعلموا لأن الله أراد أن يكون ليس إخباراً منه وإنما أراد أن يكون إقراراً من مين؟ من عند السامع نفسه تمام؟ يبقى جميل أو الأمانة في الخبر خلي بالك الأمانة في الخبر أولاً أي كلمة تصدر عنه كن صادقاً فيها لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والإيه؟ والكذف تتكلم إيه؟ بتتكلم معا سيدنا سمح برضو وحضرتك بتشيري إلى العلاقة الزوجية وإني حتى لو فيه كلام يعني يصدر بين الزوج والزوجة ممنوع أنه يخرب بر حقي تمام؟ أنا ممكن مثلاً أكلم زميلي صديقي أريب لي جاري أي طرف آخر أنا بكلمه فممكن أكون أنا وقعت في ضائقة أو وقعت في إشكالية أو فيه شيء معين أنا محتاج أعرف أتصرف فيه إزاي فمدردش إيه رأيك في كذا؟ أنا حصل كذا كذا الدردشة دي بتخليني أن أنا أقول بعض الأسرار اللي عندي تتعلق بهذه الإيه الضائقة الغاية من الكلام كله أن أنا عايز حضرتك توجهيني ده صح ولا غلط؟ أعمل ده ولا أعمل ده؟ المفروض هنا حضرتك تكوني أمينة على هذا إيه؟ إحنا طبعاً من نضرب أمسينها مش مستطيع سماحي يعني تمام كده نكون أمينة على هذا الأمر طب لو حصل بقى إشكالية وحضرتك نقلتي الدردشة اللي بنا دي برا هنا بقى يحصل الإيه؟ شيء من العداية وشيء من الحقد وشيء من البغض وهدم مجتمعات وربما يكون هدم بين أسر وصراحات وخلافات إلى غير ذلك هل الزوجين عشان يقدروا يحافظوا على بعض؟ هل دي من عوامل استبقاء الحياة الزوجية أو العلاقة الزوجية أن كل من هما يحافظ على سر الآخر؟ حتى ولو كان قريب أو غير؟ أكيد طبعاً أنا في الحتة دي بستشهد بالوصايا بتاعة الأعربية قمامة بنت الحارث نعم مجموعة الوصايا اللي ديتها اللي بنتها وهي مقبلة على الزواج كانت عظيمة عشر وصايا وكان من ضمنه وإياك أن تفشي له سره فإنك إن أفشيت سره لم تأمني قدرة نعم لأن الرجل بطبيعته البيت بالنسباله مش بس سكن البيت بالنسباله المنطقة الوحيدة اللي بيكون فيها على طبيعته نعم وكأنه بيكلم نفسه فلو أنا هنا كمان مش هقدر أكون نفسي وعلى طبيعته قد يسبب ده له كثير من الضيق لدرجة إنه ما يبقاش مرتاح وقعد في بيته نعم فاصل وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لحضراتكم وهنبتدي نتقبل الأسئلة بإذن الله ما بعد الفاصل أشوفك على أين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 والسعادة مش بس في الحياة زوجية وفي الحياة في المطلق حيث أن ما يسر به لك هو جزء من روح حد اداها واقتمنك عليها والجزئية دي يعني بتشجعه على أنه يكرر هذه العلاقة أو يكرر هذا الاقتمان أو يكون في أمان في حضرتك أو يحس أنه في خطورة في هذه العلاقة من أول زملاء العمل لحد الأزواج فيما بينهم في البيت صفات المرؤة والنبل من أول بقى قديم الزمن كان من ضمنها حفظ الأسرار سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اللي نأي في هذه الجزئية هو جميل أو أن حضرتك قلت صفات المرؤة والنبل طبعا سيدنا الدمس والسلام يعني حث ورغب على حفظ الأسرار وأمانة العلاقات وإذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة يعني هذه إحدى النصوص الوردة على لسانس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين كمان أني من صفات المنافق إذا أتمنا خان ولا إيمانة لمن لا أمانة له والمعنى هنا لا كمالة في الإيمان فكأن موضوع الحفظ دوة حفظ الأسرار والأمانة في العلاقات يدل على الكمال في الإيمان والكمال في الأخلاق بس عجبنا قوي حضرتك بتقولي المرؤة والنبل سمحيلي يا سيدة سمحي أن أنا أقف مع موضوع النبل شوي فتر يعني الإنسان اللي بيحافظ على علاقاته مع غيره واللي بيحافظ على الأسرار ده إنسان نبيل أيوة طب يعني إيه إنسان نبيل؟ ربما إحنا بنقول إنسان ده نبيل بس مش فاهمين يعني إيه كلمة نبيل؟ أنت عارف حضرتك لما نروح لكتب المعاجم ونبدأ كده نستخرج المفهوم المتعلق بكلمة النبل يعني إيه إنسان نبيل؟ نلاقي أول حاجة أن النبل يطلق على الذكاء والنجابة يعني إيه الكلام ده؟ يعني إنسان يستطيع أن يستدعى مجموعة من الأفكار تتعلق بموقف ما أو بحدث ما ثم إنه بعد ذلك يستطيع أن يقوم بصياغة هذه الأفكار التي تناسب الموقف الذي هو فيه فده بنقول عليه إنسان إيه؟ ذكي ونبيل طيب معنى كده إن الإنسان لما يكون عنده سر لزميله ولا صديقه ولا الجاره ولا لأي شيء على طول يستدعي ما يترتب على إفشاء هذا السر يستدعي ما يترتب على حفظ هذا السر فده بنسمي إنسان إيه؟ إنسان نبيل إنه ما أفشاش سر ربما يصنع عداوة ربما يصنع فساد إلى غير ذلك طيب إيه كمان؟ النبل يطلق على الفضائل وطبعا أول ما نسمع كلمة الفضائل نعرف إن الفضائل ديه اللي هو ما يعود نفعه وخيره على الناس إيه؟ جميعا يعني إيه؟ يعني إرادة الخير يعني صناعة المعروف يعني إنسانية يعني منطقية يعني رحمة إلى غير ذلك فالإنسان النبيل هو اللي بيتسم بهذه الإيه؟ بهذه الصفات أجأ أقول كمان النبل يطلق على العقل إنسان نبي يعني إنسان عاقل طيب هو العقل سمي بالعقل ليه؟ لأنه يعقل حركة الإنسان حتى يجعلها منضبطة مع المنهج الإلهي معنى كده الإنسان النبيل تصرفاته اللي بتصدر عنه ستكون موافقة للفطرة السليمة وموافقة للهدي الإيه؟ النبوي المشرف وموافقة لمنهج الله سبحانه وتعالى كمان عندي النبل في كتب المعاجم معناها الرفق بالأمور العظام يعني ده إنسان أصلا مصلح إنسان عنده تقافة هدوء إنسان عنده حسن تصرف متخيله حضرتك لما بنجي نقول إن الإنسان ده هو اللي بيتسم بحفظ الأسرار واللي عنده صفة الأمانة في العلاقات أو ده إنسان نبيل يعني إنسان نبيل كل اللي إحنا قلناه من شوي مش نبيل وبس ده عنده مروءة عنده بر عنده وفاة عنده شهامة في الطبع عنده ذوق رفيع أنت متخيلين حضرتكو كل الصفات دي لإنسان حافظ على السر لإنسان عنده أمانة في العلاقات ربنا يبرك لفضلتك يعني لا نكتفي من الكلام والاستماع للمعلومات الرائعة اللي بناخدها من حضرتك ولكن معنا صديقتنا سوزان من الجيزة فضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن حضرتك نعم الحمد لله العمد لله الفضالي بصلي و هو في المشاكل أختي جات أجت كل الأوراق التي تخص يعني في البيت و كده و قالت الأوراق دي تستيلي أنها نحلة في الشهور تمام الوالد توف من 3 شهور وأختها جات أخدت كل الأوراق اللي في البيت وقالت دي الحاجات دي تخصنه طيب تمام يعقبها يعني هي ايه يعني طيب تمام ماشي حاضر تمام فاضلت الشيخ هيرد على حريتك حالا يا فن طيب نور معنا تفضلي سؤالك انا سؤالي كنت انا متجوزة من سنة وكاني كان اي مشاكل بتحسن ماضينا كان زوجي دايما نروح يحكيها الوالبيت واخوه دلوقتي هو حب كثير ان هو يرجع وهي طبعا مش موافقة فهو معتبر ان يعني انا لازم احافظ على ان انا احافظ على ان انا امي معقهاش والكلام ده كل تقصدي مش موافقة والدته معترض على رجوع معترض على رجوع عشان احنا كان اي مشاكل بتحصل كان هو بيروح يحكيها لها وهو رأيه ايه هو عايز يرجع ولا مش عايز يرجع يا نور هو عايز يرجع بس هو طبعا خايف ان هو امه بسيطرة علي جدا وهو خايف عشان ما يعودكش امه يعني لان هو يعني شخصيته ضعيفة جدا وهي اللي بيتماشر السلام عليك كل لحظة طيب هنرد عليك حالا انا استأذنك وسيسمح نرد على الاسئلة ولكن بعد هذا الفصل بإذن الله انتظرونا بعد قد صحيح اشتركوا في القناة 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 هم بقى بيجيبوا سيرتك وبيجيبوا سيرت حماكي وحماكي ليس بتفصل كتير قوي والله يا بخ طيب تمام عليا وعلى ثلائف طيب أنا بسأل حضرتك أنا لما بأكي بكامل ثانية واحدة ثانية واحدة مين بيقول ثلائفك ولا حماكي وحماتك لا حماكي وحماكي طيب كويس كويس ميش 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 فده يعني خطمه ايه بقى وحرامه حاض السؤال الثاني تكون تنعبش حاجة وبتلم معك المنصودة برضه طيب السؤال الثاني السؤال الثاني أنا بالنسبة ليه نوزه يعني الحمد الله حيثنا مخطرة والحمد لله الحمد لله نعم بسما ليه سيدتي حنا ليه أربع اخوات بفتش الصديقة دي أنا ما بعرفش أكد أعدي خطلة غير لما استحارك سواء بين وبين جوزي بين وبين حماكي بين وبين أي حاجة تمام حتى لو هقدم لجنة قدم أي حاجة يعني هي بتمثفني دايما والحمد لله بقى لي فاطرة يعني يعني يجي عشر سنين ما شوف تراشد الله في نتحية الحمد لله اللي هو إيه معلش ممكن تلخصيلي السؤال مرة تانية إن أنا يعني في كل حاجة تكفة أصدقتي ديني حاجة ديني وبين جوزي حاجة ديني حاجة ديني وبين أخوية دين أمي كده يعني طيب تمام ماشي ماشي أفن ماشي أفن هنجاوب حضرتك إن شاء الله طيب إحنا طبعا كان معانا قبل الفاصل سؤال من أستاذ سوزان هي بتتكلم عن إن الوالد توفى حقيقا طبعا أولا نسأو الله سبحانه وتعالى أن يملأ قبره بالرضى والنور ودايما نخلي بالنا إني مش كوني للإنسان توفى إن صحيفة أعماله يعني أغلقت مع وفاته لا خلي بالحضر رب الصحيفة دي ممكن تبقى ممتدة لأن سيدنا النبي كده علمنا إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه إلا من ثلاثة ومن ضمن التلاثة دول الولد الإيه الولد الصالح يعني ربما كده دعوة من حضرتك لهذا الوالد يعني تأتي في صحيفته عمل طيب صدقة كريمة فتأتي في صحيفة هذا الوالد فدائما نبحث عن الشيء اللي يسعد الولدين إيه تفتكروا إن علاقة انقطعت بالموت لا لأن أعملكم بتعرض على الأباء وتعرض على الأمهات عايز أقول لحضرتك خلي بالك سيدنا حاتم الأصم كان تلميز لسيدنا شقيق وخلي بالك قعد تلاتة وتلاتين سنة تلميز في أم الأيام كده الأستاذ شقيق بيقول لتلميز حاتم بقالك أديه معي قال له بقالي تلاتة وتلاتين سنة قال له تب تعلمت مني إيه في العمر الطويل ده قال له أنا تعلمت منك تم المسائل بس متخيلة وسأسمع تم المسائل حتى أني شقيق قال إن لله وإني عليه الرجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا تم المسائل بس سيدنا حاتم جمع كل لحفظ الدنيا في تم المسائل مش هما تمانية بس من ضمن المسائل دي قال إيه نظرت إلى هذا الخلق فوجدت كل واحد يحب محبوبا له في الدنيا صديق زميل جار حبيب إلى غير ذلك فهو مع محبوبه حتى إذا مات أحدهما لما واحد من الاثنين يموت هيخش فين دخل القبر طب يا ترى محبوبه يدخل معه ولا لأ حتى إذا فارق أحدهما الحياة دخل القبر ففارقه الآخ فسيدنا حاتم أهل حاجة جميلة أو ألفت تخصت الحسنات محبوبي حتى إذا دخلت القبر دخل محبوبي إيه معي هو عايز الأنيس اللي يؤنسه في هذا القبر فإحنا بنبحث عن علامات الحب عن الخير عن صناعة الجمال مش عن صناعة الشرور والمفاسد هي بتقول إن أختها جات خدت تولمت كل الأوراق وقالت ده تابعنا لا إزاي إحنا لازم نبحث في هذه الأوراق ولازم يكون في أمانة لحبنك دي مش أمانة علاقة عادي ده علاقة أخوة صح ولا لا علاقة يعني قرابة فلازم لا الوراق ييجي ونقعد مع بعض الوراق ده يتعلق بإيه قد يكون تركها تركها الأب إذا ده حق لهذه الأخت الأخرى فلا تحرميها حقها ولا يعني تستطيل على هذا الحق بإنك تاخذي الأوراق أو تخبي الأوراق أو تخفي شيء معين لا عليك أن تعود إلى رشدك مرة أخرى الأخت اللي خدت الأوراق يعني وتعود مع بعض عشان يبقى بينكم شيء من المحبة والإنسانية ولا تتولد العداوة والبغضاء والكرياء والحق بينكم وبين أبنائكم فيما بعد كان عندنا برضو نور عندها سؤال نور كانت بتسأل على زوجها والخلافات اللي دبت بينها وبينه وكان هو بيحكي الخلافات دي لولدته وبالتالي لما الأمور انصالحت الحمد لله وقرروا أنهم يرجعوا البعض الزوج بقى متخوف كابن أنه يكون عاقل والدته اللي مش قبله فكرة الرجوع بعد اللي سمعت أنه كان بيتعمل أو المشاكل اللي كانت مع ابنها وده اندل فيدل على أهمية الجزئية اللي أنا ودكتور أسامة كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل فيما يخص روعة وأهمية ودقة الأسرار الزوجية قد يختلف الزوجان في يوم من الأيام ولكن لو واحد فيهم نظر بس للآخر ممكن يغفر له وتنتهي المشكلة ولكن لو أنا أخبرت أهلي أهلي أكيد مش هحبه زوجي أكتر مني أنا اللي بنتهم وأهل الزوج بالتالي عمرهم ما هيفضلوا الزوجة على ابنهم وبالتالي إخراج المشاكل دي من قطار الأسرة بيسود القلوب وبيعمل مشاكل كتيرة جدا ومن ضمنها أن الأهل يفضلوا فاكرين المشكلة دي لمرات ابنهم أو يفضلوا فاكرين المشكلة دي لزوج البنت في هذه الحالة ما أقدرش أقول للزوج تجاهل الوالدة خالص وإرجع لمراتك ولكن هقدر أقول أنتو اللي اتنين تتفقوا وتروحوا مع بعض لحماتك اللي هي أم زوجك اللي هي في مقام أمك اللي هي رضاها مهمة جدا ودعوتها ليكي بالدنيا وتبتدوا تتفهموا معاها وتتكلموا وتقروا ده خطأكم خطأكم في الخلاف وخطأكم إن الخلاف ده خرج من البيت أصلا ابنها على عيننا وعلى راسنا ربنا يبرك لها فيه ويكون بار بيها العمر كله ولكن فيما يخص خصوصيات البيوت يا جماعة دي ما فيهاش بر على العكس من بر الأهل ألا نحملهم مشاكلنا من بري بأبويا وبأمي إن أنا ما أقلقهمش علي ولا أقلقهم على استقرار بيتي إلا إذا اقتضت الحالة في حالات الطوارئ والحالات دي هنتطرق لها في أوقات تانية مش عايز أخذ وقت نور دلوقتي معانا سؤال من هدى من بني سويف نرد عليه أو ناخد السؤال الأول وبعدين نرجع نرد ناخد الاتصال فضل يا هدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يعني لو سمحت يا أستاذ لو سمحت يا أستاذ أنا جوزي قريب لـ 11 سنة جوزي قريب لـ 11 سنة معلش أستأذنك بس توطي التلفزيون أو تقفلي يا هدى عشان أقدر أسمعك كويس آه درحال الله يكرمك والتطوى اتفضلي قولي من الأول بقى عشان أسمعك غايب بقى لـ 11 سنة غايب بقى لـ 11 سنة ها بسعولي لو سيبنا نقول لها ما بسألش عنه ولا بينزل أجازات ولا بينزل أجازات خالف في 11 سنة ولا بينزل أجازات خالف أم المين اللي قائم على شؤونكو يا هدى كان عندي نبات كان بإسمي أنا وخلاني بيحس وبعتنا لفلوسه كماني السعودية يعني هو الـ 11 سنة لا ينفق ولا يسأل ولا بينزل أجازات لا الـ 11 سنة كان بيبعث لنا مصاريش ما أطعش المصاريش لما تعجبنا من البيت بقى وقم نصرف من مصاريش من مصاريش من فلوس البيت تمام نبات بإسمي وخلاني بيحس وبعتنا لفلوسه منك كماني بعتنا لفلوس السعودية ربنا يعوضك بالخير إن شاء الله فين سؤالك طب يا هدى قوليلي إيه البوزقية اللي أنت عايزة تسألي عليها نفسيتي تعبانا مش عارسة عملاش يا دكتورة والواحد نفسيتي تعبانا وبعيط على طوق ربنا يخفف عنك بإذن الله تعالى عاوز أعرف حكم الدنيا في الغياب دي يعني وفي الإعجاب دي وغياء نلبات كمان ومشكلة واني نفسيتي تعبانا خار حاضر عينينا نرد عليك يا حاضر ربنا يخفف عنك إن شاء الله نحن سأزينك معنا عالية من أسوان ناخد سؤالها بالمرة سيدة عالية تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ أهلا وسهلا فضلي يا فضلت الشيخ أنا مأجرة بيت نعم ألو أيوة أنا سمعك تفضلي الشيخ ده ولا أنت أيوة أنا مع حضرتك أنت مأجرة بيت ها مأجرة بيت من 95 من سنة 65 يعني لا من 95 آآ سنة 95 تمام أيوة من 95 مع أجرة نعم نعم كنت مأجرة بيت حد ولا يعني ولا ود ولا أي حد بس هي كتعدالها مع جماعة أجرانها وبعد كنت توصها الله قدام ما تتوصها بقيت لي يا بتي يعني البيت بقى جاءني بس لي وشتريه وحطهني في الجوانع الوقت اللي ماتت هي من 2012 من 2006 ماتت هي مين اللي ماتت صاحبة البيت يعني المرة صاحبة البيت آآ انت بقى مأجرة عندها بيت مأجرة عندها شقة صح كده لا مش شقة لأ بيت عادي أرض آآ آآ تمام مأجرة أرض صح كده أيوة كويس هي لما ماتت قبل ما تموت قالت لك إيه قالت لي يا بتي يعني بعد عاني قالت لي أنا أبتت لها بإن الباك يعني سنهي عيت وكده قالت لي لأ أنت بعد عاني آآ استريه هني في الجوانع دلوقتي كان عائلينها ناس عائلينها ناس جرانها يعني مش جرايبها آآ جرانها يعني هي ملهاش أولاد ولا أرايب خالص لا ملهاش حد خالص ملهاش دلوقتي آآ راحت آآ 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 دلوقتي أما من ألفين وستة بيأخده منه الأجع مين لي بيأخد مني وبيكل في الدية الراجل دلق عزم عاه لما كتبنا العجل لكتبنا العجل راحت آآ نزل ولدي نزل ولدي في العقد يعني هو نص وهي النص الوجب بغض بعيد لنا أي في الحاجة بس يعني ما دفع لهاتفا لهاتفلوس ولا حالة يعني أنا متأكدة أني ملهوز حاجة طيب أنا عايز أوصل لسؤالك سؤالك فين بقى سؤال الوقت أنا عايزين هم العايزين يبعوه اللي هم أصلا أنا أقولهم لا يا عمي أنا عايزة أسأل شيخ الموضوع ده اللي هم أصلا مش قريبها صح كده لا مقريبهات ولا حال طيب حاضر ماشي ماشي يا وسعلي ماشي يا فن طيب إحنا كان معانا كده مجموعة من الأسئلة هند الشرقية وهدى بني سويف وهدى طبعا كانت بتقول أن بقى لها 11 سنة تقريبا ربنا قويا والزوج مسافر كان بيبعت يعني ليهم طبعا لا إحنا لازم نعرف أن من الحقوق الواجبة على الزوج الإنفاق على مين على هذه الأسرة فده طبعا يأثم شرعا أنه تركهم من غير نفقة لأن يعني إحنا زي ما اتفقنا الزواج ده ميثاق غليظ وعقد الزواج ده عقد يحبه الله ويباركه الله ويكره فسخة عشان كده هو سماه الميثاق غليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وحط بنود خاصة بهذا العقد تتلاشى أمامه كل الأنظمة البنود دي بتتلخص في المواد ده والرحمة وفي حقوق وواجبات يعني حقوق وواجبات من هذه الحقوق للزوجة على زوجها الإنفاق طبعا مع الأولاد مش الإنفاق بس الإنفاق بما يشمله إنفاق وكسوة وعلاج وغير ذلك من الأمو فكونوا أن يتركهم هكذا لا طبعا ده شيء يعني غير محمود في الشرع الشريف ويريتكم يسمعنا وكل الأزواج يعرفوا كده هناك مسئولية كاملة تجاه الزوج لزوجته ولأولاده فعليه أن يعود وعليه أن ينفق عليهم وعليه أن يحقق الواجب الذي عليه تجاه أولاده وتجاه زوجته والأهم يا دكتور أسامة كمان هنا إنها قالت أنه ما بيسألش يعني الشق المادي ده شق إنما الشق التاني بقى التربوي وشق المسئولية وشق المسئولية عن الولاد وأمور البيت دي برضه من الحقوق المهمة جدا الغير مادية ولكن تقع العاتق الأب عشان يتأكد أن أهل بيته بخير وأن يعني العلاقة بينه وبينهم تفضل قائمة ربنا يقوي ويرده بإذن الله بخير ويقدر يا رب إن شاء الله زينب إنا معنا اتصال من زينب إنا تفضل يا زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزة أسألكم سؤال المعرفة هي أول سؤال خالتي وأمي هو أبوهم مات يعني هم صغيرين رحمة الله عليك رح بعدها بثنين يعني مات جدهم فراح عملهم قالوا من أنتم لقمشوا في المرأة عشان أبوكم مات الأول قدام جدهم قدام جد أبو يعني تمام لقمشوا في المرأة هو الكلام ده صح يعني ولا يعني ولا هو حرام ده اللي بيعملوا فيها سؤال تاني أنا معاي ولدي اسمه مالف موقع بيتها أو شاقتها بيسمح لها أنها تسمع الكلام اللي داير بين حماها وحمتها عليها وعلى كتير من السلايف وأهل البيت الكبير فهي دلوقتي بتقول أنا أعمل إيه فنصحت لكي يا هند عشان ما تحمليش نفسك مسؤوليات أكتر من كده وعشان ما تخليش قلبك يشيل سواء اللي هيسمعه عن حد أو عن نفسك هتستغربي شوية من نصيح تليكي ولكن ما نطلق الفتي نظرهم أن الصوت بيطلع من البيت أو الصوت العالي بيوصل لبرة والفتي النظر بود ومن غير ما تحريجيهم بإنك سمعتي أي حاجة وطبعا مهم جدا أن كل اللي سمعتيه ولا كإنك سمعتيه لا يتنقل لحد ولا يتحكي لحد سواء بخير أو بشر دي أمانة ونقلك ليها ممكن يعملك مشاكل ويشيلك يعني أوزار أو ظنوب أنت في غنى عنها بالمرة ويسود العلاقات اللي بين العيلة الكبيرة حتى هتقوليلي لو فيها شوية مشاكل لو فيها شوية قلق بس تصدقيني لو نقلتي الكلام القلق هيزيد والمشاكل هتزيد وده هينعكس على علاقة الكل ببعضهم فمن فضلك اقفلي الباب ده خالص بإنك تلفتي نظر حماكي أو حماك بأسلوب لطيف ودود إنه خدوا بالكو يا جماعة ده مثلا وإنتوا بتتحكوا صوت الدحكة كان واضح أو وإنتوا بتكحوا صوت الكحة كانت واضحة حاجة بعيدة خالص عن أي أحاديث تثير في نفسهم ألأ من إنك تكوني سمعتي أي حاجة لقدر الله بالخطأ وطبعا اقتمني نفسك على أي حاجة سمعتها ولك إنك سمعتها خالص ربنا يجزيكي كل خير فيه كمان بديل ممكن أضيفه طبعا طبعا هي ممكن ما تقدرش على هذا البديل يعني هواجههم هقول لهم كذا كذا ما هم أنا لو قلت لهم صدق عالف كذا هيعرفوا إن أنا بوجه لهم رسالة إن أنا سمعكوا بتقولوا إيه فيه حاجة اسمها استقبال الأذن للصوت استقبال الأذن للصوت اللي هو استشراف السمع يعني أنا أبقى مهيأ ومعد لسماع هذا الصوت زي إيه بالضبط الأستاذ بيشرح الدرس لتلميزه فلاقي تلميز عنده استقبال لصوت الأستاذ فيفهم من الأستاذ وهذا الدرس يدخل إليه إلى عقلي مباشرة تلميز تاني ما عندهوش حتة استقبال الصوت ده فما يفهمش الدرس تمام كده فاستشراف السمع استشراف السمع يعني أن تستقبل الأذن الصوت أنا أبقى عايز حضرتك حاولي ما تستسرفيش هذا السمع حاولي إذا وصلت للمرحلة أنت بدأت تسمعيه ومما بتكلمه غيري حالتك سيب المكان دو شغلي إذاعة القرآن الكريم مثلا عشان تضغى على هذا الصوت كمان هم قاعدين مع بعض فده حوار يعني بين إيه بين الحماة والحماوات ربما يكون طابع يعني بيتكلمه مع بعض فكأن شيئا إيه لم يحدث يبقى خلي بقى لحضرتك حاولي دايما ما تستقبليش هذا الصوت بالأذن غيري حالتك ما تسمعيش عشان ما تبقاش النظرة سودوية أو النظرة سلبية أو ييجي فوقت من الأولاد تغلوبك نفسك ويحصل كده أي يعني شيء بسيط بين الجد بقى وأبنائك أو الجد ده وأبنائك فتقولي ما أنت قلت وإنت عمل أو تنتهز بقى فرصة وإحنا مش عايزين ده طبعا فتقولي السلافك ده بيقولك لا فإحنا عايزين نقضي على إيه على هذا الأمر عشان نحافظ على العلاقة الزوجين بنا بارك فيك فتقولي فاني إحنا كان عندنا عالية طبعا من أسوان وإيه يعني اللي أنا قدرت أستوعبه من السؤال إن صاحب البيت دوت مات أو صاحبة البيت مات وكانت مأمناها من قبل ما تتوفى إنها تبيع البيت ده وتوزع الأموال على المساجد أهم حاجة عندي مدام ما فيش حد من الأقارب للمتوفى كويس كده يعني ورث يعني شرعيين بطريق مشروع فخلاص يعني أصبح البيت دولتي زي ما يقولوا مشاع صح وده بس مشاع لمين هو أصلا ما فيش حد يرس ما فيش حد يأخذ هذه التارك فمدام هي قبل أن تموت يعني أوصت بإن هذا البيت يعني مثلا يباع وإن التمن يروح للمساجد فعليها أن تفي بهذا الأمر قدر استعادها وأن تدخل أصحاب الهمم من الرجال حتى يساعدوها على هذا الأمر إن شاء الله وليس هناك حق للآخرين بقى يا بتقول ده فلان لا هم عايزين يستفيدوا من ملك ليس ملكهم يعني يعني عايزين يتصرفوا في شيء ليس موهوبا لهم وليس ملكا لهم فهي وهبته قبل أن تموت للمساجد ومدام لم يكن هناك أحد من الورسة فعليها أن تفي بهذا الأمر إن شاء الله برضو كان عندنا زينب زينب بقى بتقول أننا عندي ولد اسمه مالك حي طرى إيه طب ما إحنا عندنا الإمام مالك ده يعني أحد أصحاب المزاهب الأربعة لا فما فيش شيء يعني يتعلق بحرمة التسمية بهذا الأمر انت خلي بقى لحضرتك في مالك ومالك ومالك الملك كويس كده هذه الثلاث حاجات المالك أنا وحضرتك والسؤال سماح ومن يشاهدون مالك مالك إيه أنا أملك هذا الثياب أملك هذه النظرة فأنا مالك صحي ولا إيه وفي مالك اللي هو يملك من يملك اللي هو بقى ده الحاجة كبيرة بقى يعني سلطان مالك كده على مكان أو إقليم أو غير ذلك وفي مالك الملك اللي هو مين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى فما فيش يعني شيء من خلالي نقول إن حرام إنك تسمي باسم مالك أو كده لا وعندنا طبعا شوهي كثيرة الإمام مالك اللي هو أحد أصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة شرعان معانا آية القاهرة آية من القاهرة تفضلي يا فندم أستاذ آية أستاذانك إسمعينا من التليفون ووطي بس التلفزيون السلام عليكم اتفضلي آية أنا عندي خطيب أختي أيوة أستاذانك تعالي صوتك شوية آية عشان أبقى سمعكي بوضوح خطيب أختي أيوة ماله خطيب أختك خطيب أختي بيروح يحكي كل حاجة لأهل وكده لمامته وإخواته تمام خطيب أختك بيحكي كل حاجة لمامته وإخواته آه وبعدين ولما أختي راحت وأختي يعني اللي هما يبقى وكده وأخته بتروح تحكيها أخته بتروح تحكيها لأصحابها وأخته بتنقل اللي بتسمعه ده كمان لأصحابها آه والقريبها وكده والجزها طيب دي يعني دي حالة نشر طيب سؤال حضرتك إيه في اللي حكيت يقولي هو طبعا كله غلط للأسف يعني خطيب أختك أنه بيحكي كل حاجة لمامته وإخواته ده مش صح إن أخته من إخواته تاخد بقى الأخبار وتنشرها للأصحاب وللمعارف وللأهل ده برضه طبعا غلط وفيه إثم كبير فين سؤالك يا آية أوليلي عاوز عرف هي تعمل إيه يعني الموضوع ده وكده تعمل إيه هل هي لفتت نظره قبل كده لأن حاجة زي كده بتزعجها وبتسيق ليها أو قد تؤدي الفقد الثقة بينهم هما اللي اتنين آه قالت له بس بس هو زاعله كده هو اللي زاعل آه تمام طيب شكرا يا آية هرد على حراتك حالة هو طبعا واضح إن فيه عملية نقل محكمة حقيقة أولا مرحلة الخطوبة دي يعني ده وعد بالزواج مش زواب ماشي يعني ده مرحلة كده بيتعرف فيها الخاطب على مخطوبتي والمخطوبة تتعرف على خطيبها ونفس الكلام الأسرتين لأن دي علاقة فيما بعدها تتوتد هتتوثق بين أسرتين بين عائلتين فلأ طبعا لا يصح بحال أن ينقل الخاطب ما يرى أو يسمعه مع المخطوبة أو مع أسرة المخطوبة إلى أهله لا سيما كمان يعني السائلة بتقول أنه هو لما قال الكلام قد يكون عن قصد وقد يكون درداشة وإحنا اتفقنا حتى لو درداشة هذا لا يصح بعدين تيجي أخته تنقل لزوجها طب والزوج هينقل بقى وهكذا بقى لا فألا طبعا الكلام ده كله غير صحيح تماما دي فترة التعرف وفترة فيها شيء من الوعد يعني مش زواج فيجب على كل من المخطوبين أو الخاطبين أن يحافظ على بعضهما البعض وعلى أسرارهما كل منهما يحافظ على بعضهما البعض فممنوع أن نقل الكلام إذا كان في العلاقة الزوجية أصلا إن من أشر الناس عند الله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إلى الاسم ما يأتي فينشر يعني ده إثم عظيم ده إثم عظيم ده في الزواج طب أنت لسه على البر وكمان يعني ما دخلت وتنقل الكلام فلا يعني مش مطلوب هذا الأمر قد يكون هذا عن غير قصد يعني لا يصح بحال من حضرتك إحنا معنا اتصال كمان من الأستاذة الرباب من الغربية تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تضايب بركاته تفضلي تفضلي أستاذ الرباب مع حضرتك حدرتك أن تحس بخانق أو تحس من الدنيا واحدة ودائما تتمنى الموت دائما تقولي بتحس بخانق أو تتمنى الموت طب ليه بتتمنى الموت يعني حس أن في تضييق عليك في أمر معين يعني ولا أحلامك وطموحاتك غير محققة ولا إيه بالضبط حسنا لدينا واحدة قوي فيها مساكل كثير وكانت واحدة كثير وأنا مش قادرة تحمل المساكل جيد مش قادرة تحمل المشاكل مشاكل مجتمعية مشاكل مجتمعية عدية مساكل أولاد مساكل أولاد أنت متزاوجة أنت متزاوجة يا سيد رواب عندك أولاد آه أنت ولده طب وإنت عايزة تسيب الأولاد لمين من كبره بقى لا كبره إيه من الذي يقوم على رعايتهن من اللي هديهم الخبرة الحياتية بتاعك يعني أنت دلوقتي أهمت دايقة من شيء معين المفروض أنت دورك أن ما مررت به أنك أنت يعني تسهليه على أولادك صح ولا لأ وهم برضو أنت يريحهم اسمعوا الكلام وهيفضلوا ما ريحوش هيفضلوا ما ريحوش لحد ما تغد بأدهم لبر الأمان قدر استطاعتك حضرتك مسؤولة وراعية كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعني أنت سؤالك أن أنت زهانة صح كده ولا إيه وبتمنى الموت وبأتفاكبة يعني لا أبدا لا تتمنى الموت ده أمر طبعا مش مطلوب خالص وإنت راعية ومسؤولة عن رعيتك ورعيتك ليس الأولاد وفقط لا كمان الأولاد ومعهم الزوج والأسرة أنت بتبني أسرة مهما كبر الأولاد حتى أقول لحضرتك كده مهما كبر الأبن هو برضو إيه؟ إيه ابني يعني طول ما وصل مهما وصل من العمر هو ابني في الآخر هي بنتي في الآخر لا فعليك يعني أن تقوم بهذا الدور الأصير والرئيس اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكله أوكله لحضرتك فخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى أوكل إليك أعظم مهمة أوكل إليك أعظم وظيفة صناعة الرجال صناعة الأسرة اللي هي بعد كده تبقى المنتج يا أسيد سماح اللي يبني هذا الوطن في شتى المجالات إحنا النهاردة كنا بنتكلم عن أمانة العلاقات وكنا بنتكلم عن حفظ الأسرار نخلي بالحضراتكم الذي يحفظ أسرار والذي يكون أمينا في علاقات أي كان نوع هذه العلاقة فهو إنسان يتسم بالنبل في المعاملة وبالشهامة في الطبع وبالبر في العبادة وبالذوق الرفيع أما الذي لا يحفظ الأسرار فهذه من الخيانة وهذه من الأمور التي نهى عنها الشرع الشريف بالإضافة لكونها مخلفة شرعية قوية ولكن هي كمان بتضر بالمجتمع هي بتفشي عدم الإحساس بالأمان بتفشي الإحساس بتخوين الآخر مقارنة الحال بأحوال العباد ودي بتفشي حالة من عدم الرضا لأن إفشاء الأسرار للأسف بيترتب عليه كثير من المقارنات وكثير من حالات الحسد أو الاعتراض على ما قسمه الله لنا من رزق سواء في مال أو في أولاد أو في حتى معاملة زوج أو في نجاحات في الحياة إفشاء الأسرار والنظر في أحوال الغير بيعمل مشاكل كثيرة ربنا عافينا كلها وأتمنى أن احنا جميعا وأنا أولكم نكون استفدنا بمكنون ومضمون هذه الحلقة الثمينة ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقات كثيرة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة